اشتركوا في القناة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما كان له الدور البارز في إنجاح هذه الجهود وتحقيق هذا الإنجاز وفقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم باستخدام تقنية التواصل المرئي عن بعد بمشاركة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومن جانبه أعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بالغ شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما قدمته من جهد ودعم كبيرين لإنجاز النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى المدنية والتجارية مشيدا بالعمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات والمحاكم والتنفيذ في توفير أرضية صلبة قادرة على دفع عجلة التطوير المستمر للإجراءات العدلية إلى ذلك كشف سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البعينين أن الخدمة الجديدة ستتيح رفع الدعاوى وتقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى لتشمل مرحلة الاستئناف وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز وصولا إلى مرحلة إصدار الأحكام ولفت سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ متاحة إلكترونيا بشكل كامل ونوه سعادة المستشار عبدالله البعينين بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الذي أثمر عن إنجاز هذا المشروع التحديثي الكبير في مسيرة تطور المنظومة القضائية والعدلية وبهذه المناسبة أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تحويل نظام التقاضي إلى نظام إلكتروني بالكامل يتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث وذلك من خلال تطويع مختلف الوسائل الحديثة التي تصهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر